السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عملت النهاردة أكلة لذيذة طبعا بنعملها على النار وبنخليها لما تبرد ونحطها في التلاجة وأكلة جميلة من أكلات الصيف وحلويات الصيف أكلت البليلة كنت عندي أمح نوع الضحى باعتمد عليه نقعته حوالي 5 ساعات وبعدين صفيته من المياه وحطيته في حلة وغمرته بالمية على نار هادية لحد ما استوى تماما وجبت حوالي كبايتين من الحليب كامل الدسم وضفت عليهم معلقتين من النشا وطبعا لما استوت البليلة حطت لها سكر حسب الرغبة وحطيت فانيليا وممكن نضيف مستكة أو مية ورد حسب أي نوع أنتو بتحبوه أنا حطيت السكر والفانيليا وضفت علبة من القشطة طبعا الإضافات دي ترجع لكم حسب الرغبة كريم شمطية قشطة وفي ناس بتضيف الكريم كراميل حسب الرغبة وحسب ما احنا عايزين حدوب القشطة في البليلة كويس وبعد كده حضيف الحليب أنا بحبها تقيلة وفي ناس ممكن تجيب الهند بلندر وتضرب منه شوية مش كله طبعا حسب الزوء بس أنا بحبها صحيحة وفي نفس الوقت مستوية كويس ضفت الحليب والنشا وحقلبهم لحد ما يبتدي يغلي وبعد كده حطفي تحتها طبعا مع التقليب المستمر أكلة لذيذة وسهلة وجميلة في أجواء الحر اللي احنا فيه وما تنسوناش من اللايك عشان الفيديو يرتفع وإن شاء الله نحاول نقدم لكم كل ما هو هادف وجديد وأحاول أستفيد منكم زي ما تستفيدوا مني إن شاء الله إن شاء الله الوصفة اللذيذة دي تكون عجبتكم وطبعا حطيتها في طبق والزينة حسب الرغبة وحسب الموجود عندي حطيت شوية قرفة وشوية زبيب وأي نوع مكسرات موجود حسب الموجود ترجمة نانسي قنقر